السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس خلدون صلاعي من قناة كونكريت بالعربي الفيديو اليوم ان شاء الله سيكون مقدمة عن قناة كونكريت بالعربي سنناقش في بعض الموضوعات متعلقة بهاي القناة مثل ما الهدف من إنشاء هذه القناة من المستفيد من قناة كونكريت بالعربي هل قناة في الكونكريت في العربي مجانية أم لازم في رسوم اشتراك هل معلومات الواردة في هذه القناة موسوقة وشو آلية عمل هذه القناة شو رح نستفيد بالنهاية إذا نحن تابعنا هذه القناة الموجودة على اليوتيوب شو بيميز قناة كونكريت بالعربي عن غيرها من القنوات الموجودة على اليوتيوب بكثرة في البداية الهدف من إنشاء قناة كونكريت في العربي هو إغناء المحتوى العربي المتعلق بالخلصاني على اليوتيوب إذا اليوم نحن ندور على محتوى عربي لا متعلق بالخلصاني هللاقي إنه المحتوى العربي اللي عم بيحكي عن الخلصاني محتوى قليل معظم المحتوى الموجود في اليوتيوب اليوم اللي بيحكي عن الخلصاني بشكل موسوق وبيقدم معلومة مفيدة هو في اللغة الإنجليزية في كتير من المهندسين المدنيين أكيد بيعرفوا اللغة الإنجليزية وفي منهم واصلين لمستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية ولكن في بعض كمان هو عم بيحاول يطور اللغة الإنجليزية ويمكن يمكن تكون متابعة بعض الفيديوهات أو بعض المصطلحات الكلمات التقنية اللي بتورد في بعض الفيديوهات تخلي عنده حاجز حاجز لغوي من الفهم بطريقة صحيحة أو من كسب المعلومة بشكل جيد بحيث أنه يتفهم هاي المعلومة ويقدر يناقشها أو يقدر يستفيد منها في حياته العملية ولذلك قناة كونكريت بالعربي حتقدم مضمون بالعربي هذا لا يعني أنه كل الكلام في القناة حيكون في العربي لا نحن نركز على الشرح يكون في اللغة العربية معظم الشرح يكون في اللغة العربية ولكن هذا لا يعني أنه في بعض الحالات رح ناخد المصطلحات التقنية المصطلحات التقنية رح تضل في اللغة الإنجليزية إذا إلا ترجمة دقيقة في اللغة العربية رح نقول إذا ما كان إلا درجمة دقيقة أو الترجمة العربية الموجودة في المراجع العربية رح تسوي أي لبس عند المطلقي للمعلومة فرح نكتفي باللغة أو بالمصطلح الإنجليزي أو المرادف الإنجليزي للمصطلحات التقنية مين المستفيد من قناة كونكريت بالعربي؟ المستفيد من قناة كونكريت بالعربي ممكن نقول في البداية كل المهندسين المدنيين بمختلف اللي لهم علاقة بأعمال الخراسانة وهن معظم المهندسين المدنيين في معظم القطاعات يعني نادرا ما تلاقي مهندس مدني ما عنده علاقة يومية أو علاقة دورية بالخراسانة من أصناف المهندسين المدنيين ممكن يكون لهم علاقة في الخراسانة في الخراسانة ممكن نشوف أنه مهندس يعمل في شركة خراسانة جاهزة مهندس يعمل في شركة مقاولات أو هو مقاول عم يشتغل في مجال المقاولات الاستشاريين في في الانشاءات جميع أنواع الانشاءات والبنى التحتية أيضا الناس اللي هي منسمية سباسيفايرز أو واضعي أو كاتبي المواصفات لعناصر المنشآت أو للبنية التحتية كل هاي الناس ممكن تكون مستفيدة من قناة كونكريت بالعربي إضافة إلى الملاك أحيانا الملاك سواء هذا المالك هو عبارة عن شركة حكومية أو شركة خاصة أيضا الملاك ممكن يكون عندهم مهندسين مدنيين كمان ممكن يستفيدوا من بعض المعلومات أو من المعلومات الواردة في قناة كونكريت بالعربي حول الخراسانة أيضا مو بس المهندسين المدنيين أي كل العاملين في مجال المقاولات والانشاءات سواء كان عندهم تخصص هندسة مدنية أو ما عندهم تخصص هندسة مدنية يمكن أن يستفيدوا من المحتوى الموجود أيضا العاملين في مجال الخراسانة الجاهزة والبريكاست أو الخراسانة مسبقة الصب أيضا طلاب كلية الهندسة المدنية رح يلاقوا في عندهم شرح جيد خاصة عن المواد المتعلقة بالخراسانة رح يستفيدوا منه كتير رح يناقش بعض الشغلات اللي بالتفصيل ممكن ياخد معلومات أو شرح إضافي ممكن ما يكون موجود في المنهاج اللي هو عمال يتبعه بس أكيد هو رح يكون شرح للمنهاج بيغطي كل المعلومات الواردة في أي منهاج موجود في الخراسانة طبعا نحن منا نقدم محتوى أكاديمي نحن نقدم محتوى يجمع بين الأكاديمي والعملي لذلك ما رح يكون المعلومة جامدة أو تقدم بأسلوب أكاديمي ما احترامي للأسلوب الأكاديمي ولكل عاملين في الكليات الهندسة المدنية بس نحن عمال نقدم محتوى يمزج بين الأكاديمي والعلمي كمان المستفيد من هذه القناة هو أي شخص ممكن يكون عنده حب مصلحة شغف لمتابعة بعض الفيديوهات المتعلقة بالخراسانة قناة كونكريت بالعربي هي قناة شخصية هي ليست تابعة لأي شركة أنا شخصيا أعمل في شركة ولكن هذه القناة هي قناة شخصية هي ليست تابعة لأي شركة ولا تهدف لترويج لأي شركة أو الدعاية لأي شركة الهدف فيها أنا عندي باشن كبير عندي شغف كبير للخراسانة وحابب أحكي معكم أدودش معكم عن الخراسانة وأقدمكم معلومة مفيدة هذه المعلومة إذا استفدتوا منها بيكون هذا غاية ما أنا أطمح إنك تسفيد من هذه المعلومة إنك أنت المعلومة اللي استفدت منها تطبع أرض الواقع وتحاولت ما أمكان نرتقي بمستوى الثقافي أو مستوى التعلم أو مستوى العلم بالخراسانة في مجال الهندسة المدنية أو في مجال أي مجال آخر متعلق بالإنشاءات أو البنى التحتية ما مدى الثقة ممكن واحد يسأل أنه أنا ليش بدي أوصق بالمعلومة الواردة في قناة كونكريت بالعربي أنت منك مجبر أنك توصق بأي معلومة واردة في هذه القناة شخصيا أنا حاول إجهد أن تكون المعلومة المقدمة من هذه القناة معلومة موسقة مستقاط من مراجع ودراسات حديثة ومعتمدة وذات جودة عالية هذا طبعا لا يلغي أنه في بعض الفيديوهات اللي حنناقش فيها بعض المسائل خاصة المسائل اللي ممكن تكون خلافية في المواضيع الخراسانة الجازة أني أعبر عن رأي الشخصي كل المعلومات الواردة في هذه القناة قابلة النقد الهندسي كل المعلومات ما فيش معلومة ممكن تورد في هذه القناة غير قابلة للنقد الهندسي كله قابل للنقد الهندسي وعندما أقول نقد الهندسي هو النقد المعتمد على المنطق الهندسي دون التعرض الشخصي يعني نحن ما في داعي للتجريح أو التعرض للشخص أو تعرض لأي شيء خارج إطاق المعلومة والمحتوى الفيديو لكن أي شيء قابل للنقد وأنا بشكر أي واحد بينقدني بالعكس أنا متطلع للنقد أي نقد باخده على محمل الجدية بحب النقد لأنه النقد بيعلم خاصة إذا كان هذا النقد صادر عن إنسان حقيقة هو مطلع ويبغي المنطق الهندسي النقد بيعلم إذا أنت ما توجه لك نقد ما رح تتعلم إذا كل الناس بتقولك أنت على صح معناته أنت ممكن في المستقبل حتى لو كنت على صح أنك تبلش تعتمد على المعلومات اللي أنت بتتبع صاح بينما علم الخرسانة علم متجدد علم متطور كل يوم في دراسة كل يوم في معلومة جديدة ولذلك النقد بيخليك تطلع كمان على تصحيح المعلومات وبيخليك تتعلم أيضا من تجارب الآخرين هذا اللي حبيت تقوله بهذا الفيديو هو فيديو مقدمة ما رح طول عليكم آمل أنه قناة كونكريت بالعربي تقدم لكم الفايدة والمعلومة الصحيحة أنا بشكر أي واحد ممكن يتابع هاي القناة وياخد معلومة أو يستفيد منها لا تنسى الاشتراك في هاي القناة تفعيل الجرس مش الغاية منها أنه أنا شوف عندي ألف مشترك أو مئة ألف مشترك أو مليون مشترك الغاية منها أنه لا يوصلك أنت أي شي جديد ممكن نطرحه بهاي القناة إذا وجدت أي فيديو في هاي القناة كمان مفيد لا تنسى تشاركه مع أصدقائك مع زملائك في العمل مع أي شخص أنت بتحس أنه هو ممكن يستفيد من هاي المعلومة كي تعم الفائدة كي تعم الفائدة لهم خلصنا فيديو المقدمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقى إن شاء الله فيديوهات تانية ولا تنسونا من الدعاء شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم